عقدت وزيرة التضامن اجتماعا برؤساء الإدارات المركزية بالوزارة للاطلاع على خطط وبرامج عمل الإدارات المختلفة بالوزارة وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي بأن هدف الوزارة إيصال الخدمة بأفضل صورة للمستفيد والمستفيدة بأسرع وقت وحوكمة شديدة وبدون أي تهاون في حق المواطن والمواطنة المصرية وأوضحت مورسي بأنها جار العمل على تنفيذ ميكانة خدمة الوزارة ومدريات التضامن الاجتماعي بأسرع وقت خلال المرحلة المقبلة على وعلى تنظيم مجموعات وفرق عمل جماعي بالوزارة بهدف تقديم أفضل الحلول لإنهاء العديد من المشكلات